موسيقى اه واجملها واحلاها وكلنا بنحبها ومش ايها علبة حلاوة بتحط فيها مالبن عن الجمل لازم تبقى العلبة اللي هي هي يعني سعرها تمام احنا هنعمله بتكلفة اه تكلفته عالية شوية بس بالنسبة لنا هتبقى جميلة هتعمل معنا كمية حلوة تقريبا ربع كيلو الجمل بخمسة وسبعين جنيه فهيعمل معاك كمية كويسة ان شاء الله وباذن الله يعجبك وان شاء الله باذن الله تنجح معاك من اول مرة تعالي نشوف بقى الطريقة والمقادير بس ياريت ننكت شوية في المقادير عشان اه ليها كزا خطوة معانا هنا ثلاث كبايات من السكر معانا كبايتين ونص من الميا معانا كباية الا ربع من النشا معلقة زبدة واقل من ربع معلقة ملح لامون ومعانا ميت وقت هي دي مقادرنا بس هنحطها على اه فترات فهياريت تركزي بس معايا وتشوفي كل حاجة بتتحطي امتى وكل حاجة ليها وقتها قبل اي حاجة طبعا هنجاهز حبل عين الجمل احنا جايبين معانا خطوة ابرة ابرة الفيعة وحطين فيها خط عادي كأنك بتخيطي عادي وهنبتدي نحطها في عين الجمل زي ما انت شايفة كده بنحطها في النص وبنشد الخط عادي معانا وبتدخل بسهولة على فكرة ما فاش اي صعوبة بس اهم حاجة الابرة بتاعتك تكون الفيعة عشان ما تكسرش عين الجمل وحتى الحتة الصغيرة برضو لو عنديك عين جمل مكسر حطيها عادي هتدخل معاك عادي مفيش مشكلة علشان ما نرميش حاجة خالص من عين الجمل اللي عندين احنا هنا هنعمل تقريبا انا كنت عاملة اربعة يعني انا عملت تلاتة وبعدين زودت واحدة اربعة حبال من عين الجمل لكن الخليط بتاعي اخد تلاتة بس انا هنا بوريكو بس بنعملها ازاي بس اي بقى الولاد هم بيكملوا وبيعملوا كل حبل على قد التاني يعني بعملوا عملوا لي التلات حبال قد بعض بالزبط اهو زي ما انت شايفها كده اهو هنكمل بقى بقية الصف بتاعنا وهورهولكم بعد ما يخلص هنشتغل بقى احنا في الملبن بتاعنا هنحط وقع على النار ونحط فيها كبايتين من السكر وكباية ونص من الميا كبايتين سكر وكباية ونص من الميا في كده باقي عندنا كباية ميا وكباية سكر هقول لكم هنعمل بيها ايه بس في وقتها هنسيب هنا الميا لحد ما تغلي معانا زي ما احنا متعودين مش هاجي جنبها خالص اول ما تسخن معانا هننزل عليها بملح اللمون وده ضروري جدا عشان يعمل المطة بتاعة الملبن وكمان السكر بتاعنا ما يبقاش فيه كريستالات وهنا بقى في طبع على جنب هنحط معانا النشا الكباية اللي الرابعة وهنحط عليها كباية الميا اللي كانت باقية معانا وهنقلبها كويس لحد ما يدوب معانا النشا كويس قوي 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 وهنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي معانا هنا كمان الشرباط بتاعنا دخل في الغليانة هون هنبتدي بقى آآ نقلب في الشرباط بتاعنا هندوب السكر خالص وهننزل عليه بعد كده بالنشا اللي معانا كده تمام هننزل بقى بالنشا على الخليط بعد السكر كله مداب طبعا بتتأكدين السكر كله ده ما فيش اي سكر في الوقت كده ضيفنا النشا بتاعنا وهنبتدي بقى نقلب كويس جدا لان احنا عارفين ان النشا آآ هيبتدي تكتل معانا وهيتقل الخليط بتاعنا فلازم ايدينا تبقى فيه من اللحظة دي بقى احنا مش هنسيب خالص المضرب بتاعنا لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة متواصلة بندرب كده مش هنسيبه خالص احنا مش هنسيب المضرب بتاعنا خالص لمدة ساعة آآ مش دلوقتي بس بس كده دي متواصلة مش هنضيف اي حاجة لحد الخليط بتاعنا ما يتقل كويس قوي وطبعا باللم من الجناب ويفضل انتي تعملي المال من في حاجة واسعة كده عشان يساعدك على ان السوال بتاعته تتبخر بسرعة بصي كده هو تقل معانا واللون اتغير تماما والصمت كمان اتغير هنستمر برضو في التقليب وبنجيب كل اللي في الجناب ما تنسوش دي وكده بعد مرور عشرين دقيقة بالضبط من التقليب اللي مستمر هنضيف نص كوباية من السكر اللي معانا احنا باقي معانا كوباية ضيفنا نص كوباية هنقل كويس جدا لحد ما تدوب وتختفي تماما وهنضيف النص التاني بعد ما تدوب خالص نبقى كده احنا استخدمنا الكوباية اللي باقي معانا انا قلتلكم في البداية المقادير كلها فالمقادير احنا بنحطها على فترات مش بنحطها كلها مرة واحدة ودي النص التاني ضيفناه كده الكوباية الاخيرة معانا خلصت ودي عين الجمل هو عملنا تلت تحبال انا طلبت منهم يزودوا واحد كمان احتمال يتبقى حاجة فيبقى جاهز معايا على طول ما استناش اعملوا يكون المال بان نشف معايا بس تبقى معايا كل حاجة جاهزة وسهل جدا ان احنا نفكوا بعد كده لو ما استخدمناهمش بصوا بقى الخليط معايا تقل خالص ازاي وابتدى يسيب الوق كمان يعني لما تشدي كده بالمضرب يسيب معاكي هنحط بقى معلقة الزبدة دي انت ممكن تحط يسامنا مش لازم زبدة يعني اي حاجة عندك حطيها المعلقة دي هتساعد معايا في التقليب لان الخليط تقل معايا فدي هتساعد معايا اكتر في التقليب طبعا هنستغنى بقى عن المضرب لان هو كده دلوقتي محتاج سباتيولة لان الاسباتيولة هتلمي كل اللي في الجناب بص يبتدى الملبن يسيب الارضية ازاي ويتلم معاكي اهو زي ما انت شايفة كده هنفضل نلم اللم طبعا هو كده ما استواش احنا بعد ما ضيفنا السكر هنقعد اربعين دقيقا اللب مش هنسيبه لمدة اربعين دقيقا حتى لو انت حسيت ان هو خلاص كده تمام لأ هتكمل لحد الاربعين ديام ما يخلصه احنا قعدنا نقلب فيه ساعة متواصلة ما سيبناهوش كده طبعا ببدل انا والبنات اهو زي ما انت شايفة كده بيتلمي معايا وانا بحاول على قد ما اقدر قلم اللي في الجناب قربته على عين قريبة مني عشان يبقى سهل على يتحكم فيه خلاص بص يبقى ابتدى يتلم ويبقى ما يفردش معايا يتلم ويركن على جنبي كده الاول كان بيتلموا اه بس كان بيفرد تاني بصي كده بقى كده وصل لمرحلة النطق خلاص وبقى يجهز معانا انا حطيت معلقتين مية الورد دول اخر حاجة بحطوهم وخلاص كده ابتدى يلم معايا وبقى تمام معايا كده خلاص والاربعين ديامة كمان خلصوا بصي هو بيتلمى بيتفردش تاني هي دي المرحلة اللي احنا عايزين نوصل لها ان هو يبقى عبارة عن زي العجينة كده ملمومة معانا انا جبت كيس تلاجة فتحته ودهنته زيت كويس وفردت فيه قطعة من الملبن وياريت تخلي بالك قوي لان لسعته صعبة جدا يعني انا تلسعت منه كام لسعة لسعته صعبة صعبة يعني وبيمسك في اليد ما بيطلعش فربنا يسطرها علينا يا رب نبقى فرد بقى على قد ما اقدر واي زيادة بتبقى موجودة انا بشيلها لان طبعا احنا بنستخدمها تاني الزيادة بقى اللي موجودة في هنا واللي موجودة النحية التانية هنشيلها خالص ونرجعها تاني في الوقع عشان هنستخدمها تاني او زي ما انت شايفة كده وهنبتدي بقى اللف الكيس على الحبل بتاعنا هنطلع الخيط من الجنبين لان احنا هنستغنى عن الخيط ده كمان او زي ما انت شايفة كده وهنبتدي اللف بقى ونزق كده من الاطراف عشان يتساوا معايا انا بطلع الحبل لان هو كان دخل جوه ولزق وخلي بالك برضو هو سخلي جدا جدا فاتعاملي معاه بحذر وبشويش خالص ومبقاش فيه جنبك حد من من الاطفال من زي ما قلتلك لسعته صعبة قوي كده احنا افلنا خلاص تمام هنجيب بقى واحدة تانية هورها لكم من البداية لان ده ما شفتهوش انت من الاول فهاجبلك واحد وعملولي التاني من الاول من البداية خالص ده كيس تلاجة فتحية هدهنه زيت وما تنسيش خطوة الزيت دي مهمة جدا وهننزل عليه بجزء من الخليط اللي معانا هو الخليط اللي احنا عملناه ده عمل معانا تلاتة بس طبعا هنفرد بمعلقة لازم تكون مدهونة زيت مش هينفع نستخدم معلقة كده لازم تكون مدهونة زيت عشان نعرف نفرد كويس زي ما احنا متعودين من اول ما بدأنا نعمل حلوة المولد طبق الزيت ده ما بفرقناش لازم يبقى جنبنا ولازم اي حاجة نستخدمها في التقطيع تكون مدهونة زيت او في الفرد تبقى مدهونة زيت هنفرد كويس ونجيب الحبل بقى نحطه عليها واللف الكيس زي ما شفنا كده في المرة الاولانية وبرضه تعاملي بحذر لانه صخني جدا ولسعيته صعبة كده تمام جاهز معانا طبعا هنا هسيبه يوم كامل في الهوى آآ مش هاجي جنبه خالص هيقعد اربعة وعشرين ساعة كده انا عملت تلاتة تعالوا بقى هو ده شكلهم بعد ما قعدوا اربعة وعشرين ساعة هنفتحهم بقى ونشوف هنعمل فيهم ايه انا جبت هنا طبق فيه معلقتين من النشا ومعلقتين من السكر البودر طبعا انت بتجيبك كمية اللي تنسبك او على حسب العدد اللي معاكي طبعا هنالعد اللي معاكي مش كبير ومش هياخد كتير يعني هنفتح بالراهة خالص هو طبعا تماسك وما بقاش بيلزق هنحط بقى في النشا والسكر ونقلبه فيها زي ما انت شايفة كده وهنعمل الباقي زي ما احنا عملنا كده الاولانية هنعمل الاتنين بصي مش بيلزق خالص خلاص التلزيق اللي فيه راح هو التلزيق اللي فيه بقى من جوه مش من بره ما عليش سمحوني على شكل ايدي بس عشان بشتغل بسرعة اهو بصو متمسك جدا وبيطلع بكل سهولة وبنقلبه بكل سهولة هنبتدي بقى نشد الخيط هوريك تشديه ازاي وبتشد بكل سهولة خالص يعني يفيش فيه مشكلة اهو طلع معايا طبعا لانك لو قطعتيه والحبل فيه هيغلبك كده هم جاهزين معانا بقى هنقطعهم السكينة لازم تدهنيها زيت انا مكنتش دهناها بس طبعا ما مشيتش معايا فهد هنا زيت علشان تقطع معايا بسهولة وهتبص تلاقي عين الجمل بيتقطع معاكي بسهولة مش هيغلبك خالص او زي ما انت شايفة كده قطعي بقى بالاحجام اللي تعجيبك زي ما انت عايزة عايزة تقطعي كبير عايزة تقطعي صغير زي ما تحبي وطبعا هو في التقطيع احسن واحلى واشيك اه لان لو بتجيبيه حبل كامل كده بتاخدي منه حتة وتسيمي الباقي تاخدي منه حتة وتسيمي الباقي بقى شكله مش ظريف كده قلطف بكتير واللي هياخد قطعة هي خلصها كده الفيديو بتاعنا خلص لكن لسه حلوية المولد ما خلصتش ان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة اه ويارب يكون فيديو النهاردة عجبكم ووصفتي النهاردة نالت رضاكم وما تنسيش لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو ولو انت اقول مرة تشوفيني سبسكرايب للقناة وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة والى اللقاء مع مطبخ عبير باي باي اشتركوا في القناة